قبل البدء في الدرس أدعوك للاشتراك والانضمام إلى عائلة المصمم العربي وذلك بالضغط على زر سبسكرايب وأيضا بتفعيل رمز الجرس للتواصل بكل جديدنا في مجال التصميم ومرحبا بك معنا على قناة المصمم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني وأخواتي من جديد على قناة المصمم العربي ودرس جديد من سلسلة دروس برنامج الفاتوشاب سيزي درس اليوم سوف يكون عن كيفية تغيير لون تي شيرت إلى أي لون نريده باستخدام برنامج الفاتوشاب سيزي نبدأ على بركة الله كما تلاحظون معي الآن هنا لدي صورة رجل بتي شيرت بلون أبيض سنقوم بتغيير هذا اللون الأبيض إلى أي لون نريده سنقوم ونذهب ونختار أداة هذه هنا كما تلاحظون معي الآن او الضغط على حرف W كما تشاهدون مع الآن سنقوم باختيارها ثم نقوم بتحديد اللاير الخاص بالصورة صورة الرجل ثم نقوم بعمل لاير جديد بعد ذلك سنقوم باختيار لاير الخاص بالصورة هكذا ثم نقوم بالضغط على الصورة لاحظون معي جيدا سنقوم بزيادة سمك بزيادة كما تلاحظون معي الآن فقد قمنا بتحديد تي شيرت الخاص بناء سنقوم بزيادة نقوم بتقليص الصائز الخاص بفرشات تحديد قليلا ثم نقوم بالضغط على الزر اللا يصل للموس لتحديد المكان الذي نجده قوم باختيار هذا المكان قليلا جيد بعد ذلك سنقوم باختيار Quake Selection Tool التي ستمكننا من جعل الاماكن التي تم اختيارها بالخطأ الى الداخل قليلا كما تلاحظون معي الآن بلس نقوم باختيار Quake Selection Tool الخاص بزيادة التحديد سنقوم بتكبير الصورة قليلا هنا سنقوم بتقليص نقوم باختيار لان هذا الجزء صغير هنا لكي لا نجعل تقوم بالتحديد خارج اطار التي شيرت كما تلاحظون معي الآن هكذا جيد جدا ثم هنا قليلا جيد ثم سنقوم هذا قليلا ثم هنا قليلا جيد ثم نقوم باختيار Selection قليلا هنا جيد جدا هذا سنقوم بتأكد من ان قد تم تحديد لون التي شيرت باللون العبيد كما تلاحظون بعد ذلك بعد تحديد التي شيرت الخاص بنا سنقوم ونذهب الى اللاية الخاص بنا ثم نقوم بوضع لون معين في هذا سنقوم باختيار ثم باختيار هذا اللون ثم نقوم باستعمال التلو هذا الجزء هنا بعد ذلك سنقوم بالضغط على لازالة التحديد كما تلاحظون معي بعد ذلك سنقوم بتخفيف مستوى لاحظوا معي جيدا سنقوم بتخفيفه قليلا هكذا جيد جدا بعد ذلك سنقوم بتخفيفه قليلا هكذا جيد كما تلاحظون فقد تم تغيير اللون التي شيرت الخاص بنا من اللون الابيض الى اللون البنفسجي ويمكننا تغيير هذا اللون الى اي نون نريده سنقوم باختيار اللاية الخاص ثم نذهب الى ثم نقوم باختيار ثم نذهب ونختار هذا الخيار هنا كما تلاحظون لاحظوا معي جيدا اذا قمنا بزيادة هذا التأثير هنا سيتم تغيير اللون التي شيرت الخاص بنا الى اي لون نريده لاحظوا معي جيدا ويمكنك التحكم في شدة اللون لاحظوا معي جيدا من اللون الباهيت الى اللون الازرق الغامق لاحظوا معي جيدا يمكنك اختيار اي لون تريده كيفما كان هنا تحكم في اي شدة الاضاءة او السطوع اللون لاحظوا معي جيدا يمكنك تحكم فيها كما تريد سنقوم بإجارة هذا اللون سفر لاحظوا معي جيدا بعدك سنقوم باختيار اي لون تريده الطريقة بسيطة للغاية اتمنى ان تكونوا قد استفدتوا من هذا الدرس البسيط لا تنسى بعمل اعجاب او لايك لهذا الفيديو ايضا لا تنسى بالاشتراك معنا في قناة المصمم العربي وتفعيل رمز الجرس لتواصلوا بكل جديدنا في مجال التصميم ودمتم في امان الله